بعض الناس لا يكاد يحتمل ولا يكاد يفهم كيف ممكن أنت أن تدرس الفلسفة والمنطق والفيزياء والعلوم والعقل ثم تؤمن يا رجل يا رجل أنت المسكين والله أنت المسكين أنت فاهم لا فيزياء لا كمياء لا دين لا فهم لا دنيا ولا آخرة يا رجل من قال لك أن الوجود هو هذه المادة فقط وهل قلت لك أنا أو أمثالي أنني مادي مثلك أو ملحد مثلك وأنني لا أصدق إلا بهذا الوجود المادي لو فعلت هذا سأكون من الأغبياء هذه ليس عبارتي هذه عبارة وولتر ستيس أحد كبار وأعاظم الفلاسفة في قرن العشرين وأحد أجمل من قرأت لهم من الفلاسفة فيرسوف عميق ومبسط وفاهم يقول الذين لا يؤمنون إلا بالعالم المادي الشهودي فقط ويجزمون بإنكار كل ما عدا قال أنا أصفهم بالأغبياء أغبياء سنثبت هذا في مرات أخرى